انا وحضرتك وغيري من جميع اليوتيوبر نقص لهم مشتركين بسبب ان اليوتيوب دلوقتي عمل تحديثات واجراءات جديدة في احتساب عدد المشتركين لو جينا بصينا النهاردة على الظهر جديد الاختلاف في عدد المشتركين مقارنة باداء قناتك النموذجي يمكن ان يساعد في ايه فهم اشتراك يعني اشتركوا ليه في قناتك ومشوا ليه من قناتك طبعا ده لسه حيبان مع الوقت ولقد ادخلنا تحسنات على جودة البيانات المتعلقة في كسب المشتركين او قسارتهم يعني اليوتيوب بدأ يشوف القنوات اللي عندها مشتركين كدير بس مش في مشاهدات حيبدأ يزيلها ماشي؟ علشان كده اللي ما بيعملش لايك اللي ما بيعملش تعليق اللي ما بيشوفش فيديوهات لقناة حيبدأ يطلع برا القناة بناء على تعليمات من اليوتيوب نفسه ومش من نحن لو جينا بصينا وشوفنا انا ذات نفسي القناة المتوحد فكرة والمتوحد بابجي خسرت كتير جدا من المشتركين الفترة الاخيرة لو جينا بصينا على المتوحد اه فكرة وشوفنا مصدر الاشتراكات وبصينا في اخر تمانية وعشرين يوم خسرت الف مية سبعة وستين مشترك عدد كبير مش صغير لما تخسر الف مية سبعة وستين ده يعتبر حق شروط قناة تانية اليوتيوب نفسه اليوتيوب نفسه في الفترة الاخيرة بدأ يقلل من الناس اللي ما بتعملش لايك علشان كده لو انت حابب تبدل مستمر في قناة المتوحد فكرة اوعى تبخل بلايك اوعى تبخل بتعليق اوعى تبخل بانك تشوف الفيديو وكمان لو لو ما كنت اشتركت اشترك في القناة ودي لأول مرة حقولها ليه لان اليوتيوب خلاص بدأ يشيل اي عدد واهم ده مع السلامة كل القنوات هتبدأ تظهر على حقيقتها من المشتركين من المشاهدين من الحاجات دي نقص المشتركين هو ده العامل الاساسي في وهو تحسنات اليوتيوب بالتوفيق لجميع ما حدش يخاف او يقلق من الموضوع ده اللي يقلق بس اللي بيشتغل بطرق التبادل بمواقع اللي بتجيب مشتركين بشراء المشتركين هو ده بس اللي يقلق في اليوتيوب اي حد تاني ما يقلقش شكرا